اشتركوا في القناة إلا ليخلصوا لي العبادة من أجل إخلاص العبادة الله عز وجل وحده هذا هو التوحيد فقال فصل في بيان فضل التوحيد الله عز وجل خلق العباد من أجل أن يعرفوه وأن يفردوه عز وجل من العبادة ولكن لو عبدوا الله وعبدوا معه غيره فهذا الشرق ومعنى الأية أن الله تعالى ما خلقهم إلا من أجل أن يفردوه بالعبادة وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور وذلك هو حقيقة دين الإسلام لأن معنى الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل المتضمن غاية الانقياد في غاية الذل والخضوع كمال الحب مع تمام الذل قال مجاهد تفسير آية إلا لآمرهم وأنهاهم واخضره الزجاج وشيخ الإسلام وقال ابن عبس إلا ليعرفون والمعرفة التي تستوجب الإفراد الله عز وجل بالطاع والعبادة إلا ليعرف الله عز وجل بربوبيته وأسماءه وصفاته وليستوجب منهم إفراده عز وجل بالعبادة ومناطل العبادة هو غاية الحب مع غاية الذل ولا تنفع عبادة واحد من هذين دون الآخر ولذا قال من قبل السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق كما يدعي يعني يعني قلات الصفية أنه لا بنعبد الله عز وجل يعني حبا يعني له وأنه ما له فيش دفع الحب فيش خوف فيش رجاء من عبده بالرجاء وحده فهو مرجع اللي قال لا يضر مع الإيمان ذنبه لمن عمله فاهمه الإسلام من خلال آيات وحديث الرجاء ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري يعني من الخوارج ومن عبده بالحب والخوف ورجاء فهو مؤمن موحد وذلك يقولون مثل القلب المومن كمثل الطائر زي الطير يعني المحبة رأسه والخوف والرجاء جنحا فمتى سلم الرأس والجنحان فالطائر جيد الطيران وإذا قطع الرأس مات الطائر فيش يعني يعني عبده بدون محبة وإذا كسر الجنحان أو أحدهما صار عرضة لكل صائد وكاسر أيضا من الآيات في فضل التوحيد قبل عز وجل وقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله يعني محده واجتنبوا الطغوط والطغوط مشتق من طغيان كل من تجاوز حده من حاكم من مطاع من مدبوع ومجوزة الحد قال مجاهد طغوط الشيطان بصورة إنسانية تحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم وقال ملك الطغوط كل ما عبد من دون الله قال الشيخ سليمان ابن عبد الله هو صحيح لكن لا ودي من استثناء من لا يرضى بعبادته يعني زي يعني زي المسيح والملايك التي عودت من دون الله عز وجل ولكن يعني يعني التي عبدوها التي عبدوها من دون العز وجل معهم في النار في غير الصغار يعني لهم قال ابن القيم ما في الطغوط ما تجاوز به العبد حده من معبد أو مدبوع أو مطاع فطغوط كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما يعلمون أنه طاع لله عز وجل فهذه طغوط العالم إذا تأملت وتأملت أحوال الناس ما رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطغوط فكلمة الطغوط يعني كلمة جماعة يعني فالحاكم الذي يحكم غير ما عنزو الله يجعون الناس على تعطي الطغوط عئمة الصفية الذين يعني 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 يجعل الناس يطيعونهم يعني 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 فيما يخال إن شاء الله وفيما يبتدعونه يعني هذه طوغيط يعني أي شيء يعبد من دون الله ويرضى بحدي العبادة فهو طغوط يقول يقول وتأملت أحوال الناس ما رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطغوط وعن تعطي ومتابعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطغوط ومتابعته يقول أما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعد في كل أمة أي في كل طائفة أمة يعني جماعة من الناس في كل طائفة وقرن من الناس رسولا بهذه الكلمة أنوا عبودوا الله واشتنموا الطغوط يعني فكل رسول قال عبودوا الله ما لكم من إله غير كل رسول قال هذا لقومه فنفس المعنى عبودوا الله واشتنموا الطغوط يعني ما عبود من الدنيا أي أعبودوا الله واتركوا عبادة ما سوى وذي الخرّ بأي ابن عمر إن الله อยبتع ثانيا نخرج الناس من طاعة العبادة أو من أبادة عبادة الله من ضلق الدنيا إلى ساعة الدنيا والأخرة من جول الأديان إلى عادل الإسلام أي يعبد الله وترك عبادة ما سوى لا إله إلا الله خال الكل أليه الباطلة التي تعبد من دون الله عز وجل وإثبات التحقاق الله عز وجل وحده لكل ألوان إلا عبادة فيقول فلهذا خلقت الخليقة وانزيت الرسل وانزيت الكتب واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن أليهة يعبدون فما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فالله عز وجل أرسل كل رسل من أجل تعبيد الناس العزل فذلك نقول أن كل دعوة لا تعتم بخضية التوحيد ولا تجعل خضية التوحيد التوحيد هي أهم من الخضايا تكون دعوة على غير هدي رسل فهناك دعوة تقوم مثلا زي جماعة التبليغية يقولون حب في الله أصل أصول يقول لا هذا التوحيد أصل أصول فهناك جماعة تقوم على الجهاد مثلا ولا يفهمون معنى الجهاد معنى صحيحا أو قضايا الكفر والإيمان ولكن لود أن تكون الدعوة التي على هدي الرسل يعني تعظم قضايا التوحيد فالرسل يعني أول معركة مع الشرك يعني معادة بن جبل قال كنت رديفا النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاد أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله ألا فلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتاكلوا وقول أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أن يوحدوه بالعباد وحده ولا يشركون به شيئا وفقيت هذه الجملة بيان أن التجرد من الشل لا بد منه في العباد وإلا فلا يكون آتيا بعبادة الله بل يكون مشركا وهذا هو معنى قول الشيخ محمد عبد الوآب إن العبادة هي التوحيد أو إفراد الله عز وجل بالعبادة يعني لو كان مع الله عز وجل غيره ويكون شركة لا يكون توحيدة لأن الخصومة فيه وقال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا وطبعا دي بتتفهم على ضوء نصوص 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 الأخرى كما ذكرنا وقال شيخ الإسلام كون المطير يستحق الجزاء واستحق إنعام وفضل لأن ليس المخلوق حق على الخالق قل فمن يملك من الله عشين أراد أن يولك نسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا لا استحقق مخابلة كم يستحق المخلوق على المخلوق من العيات أيضا في فضل التوحيد يعني قصة صاحب البطاقة التي أشرنا إليها أنفا يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلاق يوم القيامة بينشى الله 99 سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال تنكر من هذا شيء أظلمك كتبات الحافظون فيقول لا يرب فيقال أفلك عذر أو حسن فيهاب الرجل فيقول لا فيقال بلى إن لك عندنا حسن حسن عظيم وإنه لظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم فتضع السجلات في كفة البطاقة يعني في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة قابل القيم فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بما في القلوب كما قال إن الرجل يكونان في صف واحد خلف إيمان واحد يكبران بتكبيره ويسلمان بتسليمه وما بين صلاة يهيما كما بين السماء والأرض لتفاضل ما بينهما من الإيمان نظر مصاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال العبادة من المغطرين فيقول فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها إنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب فتكون صورة العملين وحدة وبينهم من التفاضل كما بين السماء والأرض قالوا تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجل كل سجل منها مد البصر وتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة وكثير منهم يدفل النار بذنوبه أيضا من حديث الرجاء وحديث فضل التوحيد حديث الترميذي الذي ذكرناه أيضا عنفا حيث آس بن عالق قال سمعت رسول الله سلام يقول قال الله تعالى يا ابن آدم وهذا حديث قدسي يعني من سبع ذاته قدسية والنفس السلام يرويه عن ربي عز وجل والفرق بين القرآن أن القرآن متعبد بلفظه ومعنى وهذا يعني المعنى من الله عز وجل والنفس السلام يسوخه بلفظه وينسبه لرب العزة عز وجل يقول يا ابن آدم لك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عننا السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لتشرك بشيء ألا أتيتك بقرابها مغفرة قولتهم لقيتني تشرك بشيء يقول شرط ثقيل في الوعد وحصول المغفرة وهي السلام من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله تعالى وذلك هو القلب السليم كما قال تعالى لا ينفع ماله ولا بنون إلا من آت الله بقلب سليم سليم من الشرك من الرياء من العجب من الكبر قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث ويعفى لآل التوحيد المهض الذين لم يشبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك فلو لقى الموحد الذي لم يشرك بالله شيء البت رباه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة ولا يحصل هذا لمن نخص توحيده فإن التوحيد الخالص الذي لا يشبوه شرك لا يبقى معه ذنب لأنه يتضمن من حبة الله وإجلاله وتعظيم وخوفه ورجاءه وحده ويجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض فالنجاس عرضه والدافع لها قوي أيضا من أحيث يعني التوحيد فضل التوحيد ما ورد في الصحيح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشترك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق في بعض الوايات يعني كررها أكثر من مرة فقال إن يستمر في الثالثة أو ربيعة رغم أن في أبي ذر فخرج يعني أبي ذر يقول يعني من مات يعني لا يشترك بالله شيئا دخل الجنة رغم أن في أبي ذر فكلها حديث يعني في فضل التوحيد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين